الهدف من الخريطة هو توفير معلومة صادقة وأمينة لأي مستثمر عايز يستثمر في مصر تقود هيئة التنمية الصناعية في مصر حركة النهوض بالصناعة المصرية والتي تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث آلن رئيسها المهندس مجد غازي عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي تترجم توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة المقبلة وتواصل الهيئة تقديم المحفزات للاقتصاد الوطني لاسياً من المشاريع التنموية الكبيرة وخصوصاً تعزيز القطاع الصناعي الذي بات أحد أهم أولويات الرئيس السيسي للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار المستدامة والتي تعد من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة وتوقع غازي أن تنتهي الهيئة من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً بالترخيص نهاية العام الحالي مع توفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات من مبادرة البنك المركزي وتوفير تمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات مشيداً بنجاح تجربة المجمعات الصناعية والتي نفذتها وزارة الصناعة منذ عام ونصف العام لإنشاء أربعة مجمعات صناعية في مناطق في محافظة الإسكندرية وهي مشغولة بالكامل والعاشر من رمضان والسادات لأن هذه المجمعات توفر مصانع جهزة بالترخيص ولذا تؤثر سريعاً على الاقتصاد القومي وقال إن على الهيئة انفذ الإصلاحات التشريعية الجديدة لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج الترخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج ترخيص التشغيل من 636 يوماً إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر فضلاً عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر ويؤكد غازي أن الهيئة تعكف على الانتهاء من قانون إدارة المناطق الصناعية بنهاية عام 2019 تمهيداً لإرساله للبرلمان وكشف أن الهيئة توفر ألفي فرصة استثمارية على بوابة الخريطة الاستثمارية وأطلاقها خلال أيام إلى جانب توفير 6 ملايين متر من الأراضي المرفقة للمستثمرين مع وترحي أراضي للمطورين الصناعيين مطلع عام 2020 كما يجري حالياً ترفيق منطقة جنوب الرسوة ومن المقرر الانتهاء من ترفيقها نهاية العام بمساحة 500 ألف متر مربع وقال غازي إن هذه العملية تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة والرئيس السيسي لجهة إتاحة كل سبل الاستثمار في البلاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما أنه سيتم إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية منوهاً بأنه سيكون متاحاً عليها كل المستندات المطلوبة لحجز الأراضي الصناعية وكذلك كل المعلومات عن الأنشطة الصناعية التي يمكن إقامتها على هذه الأراضي في المحافظات المختلفة ونوها بأنه ستتم إتاحة معلومات عن كل المناطق الصناعية في المحافظات المختلفة والفرص الاستثمارية بها ويمكن للمستثمر الدخول على البوابة الحكومية لمعرفة هذه الفرص والحجز الفوري على أن يتقدم لاحقاً بالأوراق المطلوبة وأكد أن الأولوية في التخصص ستكون الاستناعات التي تساهم في الحد من الاستيراد من خلال برنامج إحلال الوردات وكذلك القيمة المضافة في كل صناعة على أن يكون التخصيص والرد على الطلبات الإلكترونية خلال 90 يوماً على أن يجري طرح 6 ملايين متر كمرحلة أولى على الخريطة على أن يكون الطرح عملية دائمة وليس محددة بوقت بمساحات تبدأ من 300 متر إلى 17 ألف متر وجميع الأراضي بنظام التمليك وأضاف غازي أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالترخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر